موسيقى تم إلغاء أو تم تأجيل تحديداً تم تأجيل في قامة هذه المباراة وكما يعلم المستمعين أنه شيمس والبردريو هم أعضاء سابقين في فريق عصبة الأمم الخبر الثاني يتحدث عن متى تم الاتفاق رسمياً على طريقة أو كيفية انهاء مباراة لقب النساء بين شارلوت ونتاليا حيث يقول الخبر أن الاتفاق تم قبل مهرجان بايباك بـ 48 ساعة تحديداً في يوم الجمعة حيث أن طوال الأسبوع الأربع الماضي لم تطرح هذه الفكرة إطلاقاً وتم تأجيل فكرة انهاء المباراة إلى يوم الجمعة وتم الاتفاق عليها رسمياً الخبر الثالث يتحدث عن اجتماع حدث خلف الكواليس بين بريت هارت وتروبل إتش استمر لمدة تزيد عن نصف ساعة والذين حضروا الاجتماع أو انتبهوا لهذا الاجتماع يقولون أنه كان اجتماع ودي ويحمل طابع الودية ولا يكن هناك أي أو لا يتضح من هذا اجتماع أي خلافات بين الاثنين والسبب في وجود هذا الشعور أنه هناك خلافات بسبب تصاريح بريت هارت الأخيرة عبر البودكاست الخاص به عندما انتقد ما يقدم في عروض الـ WWE بتحديداً بناء شخصية رومان رينز وكذلك عندما سؤل هل يرى عبقرية في أفكار تروبل إتش فقال بريت هارت أنه حتى الآن لم يشاهد أي عبقرية من تروبل إتش خبرنا الأخير وهو الخبر الأهم وهو عن النجم رايبك حيث اجتمع رايبك مع فينس مكمان خلفك وليس عرض رو وتفاوض الاثنين على تجديد عقد رايبك رايبك رفض العقد الجديد المقدم بسبب ضعف العواد المالية فطلب فينس مكمان من رايبك أن يأخذ إجازة ويذهب لبيته حتى يدرس العرض والجديد بالذكر أن رايبك كان بالمفترض أن يشارك في مباراة البتن رويل التي يقيمت في عرض رو بعد بيبك للتأخل لملاقات كاليستو على لقب الولايات المتحدة وظهر في البرومو التحضيري للتمهيد للمباراة موجود صورة رايبك لكنه لم يظهر في المباراة وهذا دليل على تأكيد هذا الخبر والدليل الآخر أن رايبك كتب في صفحتها عبر صفحات الالكترونية أن مهوضات عقده الجديد بدأت فعلا قبل أشر ذلك أثناء مدة حمله لقب القرات وتم تأجيلها أكثر من مرة وقال رايبك في صفحته الالكترونية أن هناك تقاليد في عالم المصارع الحرة وفي الـ يرى رايبك أنه حان الوقت لأن تنتهي وذكر أنه لماذا يدفع للمصارع الفائز في المباراة مبالغ أكثر من المصارع الخسران يقول رايبك أنه جميعنا كمصارعين نعلم قبل أن تبدأ ببراها من الفائز ومن الخسر فلما يعطى الفائز مبالغ أكثر من المصارع الخسران لأنه يرى رايبك أنه هذا المصارع لم يستطع الفوز إلا برضى وبتعاون من المصارع الآخر وليس بفضل لهذا المصارع بل الفضل يعود أو يتشارك به الاثنين فيطلب رايبك أن يدفع للمصارعين الاثنين الفائز والخسران نفس القيمة وتحدث رايبك أيضا عن هذا الأمر كثيرا وقال إنه إذا كان هناك كون وخاص في جمهور الـ WWE اللي يسمى WWE Universe فهناك كون أعظم خارج الـ WWE وهو الذي يهتم به كثيرا وفي هذه كأنه يقول رايبك أنه حتى لو خرج من الـ WWE ولم يقبل عرض الـ WWE المقدم له أنه لن يخسر شيء وتشير مصادر أخرى أنه قبل ثلاث أو ست أشهر قام رايبك تحديدا في أكتوبر 2015 برفع طلب لحصوله على حقوق التسويق والملكية للقب The Big Guy وعلمت الـ WWE في يناير 2016 عن هذا الأمر فحدث غضب داخلي في الـ WWE مما يجعله مرفوعون نفس الطلب لكن كان رفع طلب الـ WWE متأخر لأن الـ رايبك رافع في أكتوبر 2015 والـ WWE رفعته في يناير 2016 وهو طلب حصول على الحقوق التسويقية والملكية الكاملة للقب أو لتريد مارك لـ The Big Guy يقال يقال أنه خلال أسابيع قادمة سيصدر القرار بالموافقة بأن يكون ملكية هذا اللقب The Big Guy لرايبك وإن تم هذا الأمر فالـ WWE أمامها 30 يوم متى ما صدر هذا الأمر لديها 30 يوم لترفع اعتراض على ذلك وتطلب حقيتها بهذا اللقب وهو لقب The Big Guy وهذا لأخبار يا أخوان تعني أن هناك مشاكل كبيرة ستحدث بين رايبك والـ WWE وإلى هنا نأتي إلى ختام حلقة خروج الأخبار كان معكم وهلا